لكن المواطنين لا يزالون يشتكون من عدم حصولهم على اموالهم من البنوك او عبر الصرافات الالية بعدما اعلنت الحكومة قدرتها على الفراج الازمة جزئيا خلال شهر يناير وفبراير وانتهاء الازمة في العشهر القليلة القادمة بعد طباعة فئة الخمسمائة جنيه بعد مرور مدة طويلة على ازمة السيولة في البنوك السودانية اعلن بنك السودان المركزي دخ مبلغ مئتي مليون جنيه من فئة الاوراق الجديدة عبر الصرافات الالية الامر الذي عده قبراء الاقتصاد محاولة لمعالجة ازمة السيولة والحد من ظاهرة صفاف الجمهور امام البنوك خاصة وانها تفاقمت بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة وفي اليومين الماضيين بدأت بوادر انفراج ملحوظ في ازمة السيولة النقدية خاصة في الصرافات الالية بعد ان كانت خاوية على عروشها بل وخروج معظمها عن الخدمة منذ عدة اشهر نسبة لعدم تغزيتها في الوقت القريب ولكن الازمة لا تزال موجودة في البنوك وتشهد ازدحاما في ارويقتها لكن يبقى التحدي امام البنك المركزي في كيفية معالجة الازمة جزريا ويعادة الثقة من جديد بين الجهاز المصرفي والعملاء وتصبح الحلول الانية غير مجدية وسرعان ما تعود ظاهرة الصفوف حول الصرافات الالية اشتركوا في القناة